القصيرة وفي هذه اللحظات إن شاء الله يسعدنا أن نلتقي مجددا مع فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الموجود معنا في الأستوديو حياكم الله شيخ كل عامكم بخير الله بارك فيكم حياكم الله والسادة المستمعين وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا كلها في هذه الدولة المباركة وفي العالم الإسلامي وفي العالم كله أيام خير وبركة وأمن وسلام وإيمان آمين يا رب العالمين جزاك الله خير شيخ سمير ونسعد حقيقة بالتواصل معك من جديد في شرح هذه الأسماء اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق في إيصال المعلومة الصحيحة إن شاء الله وتفهيم إن شاء الله هذه الأسماء المباركة العظيمة شيخ يعني قلنا أن الشهيد هذا الاسم من أسماء الحسنى سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق سماه الله في كتابه الكريم شاهدا وشهيدا فقال تعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال أيضا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وتعودنا شيخ دايما يمكن في بداية كل شرح لإسم من أسماء الحسنى أن نوضح في البداية الفرق في المعنى عندما نطلق الإسم على المخلوق وعلى الخالق فما هو الفرق شيخ هنا في معنى الشهيد بين الرب والعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قبل أن أتكلم في معنى اسم الله الشهيد سبحانك أقول للسادة المستمعين كل عام وأنتم بخير بل أقول للسيد ولي الأمر هذه البلاد الرئيس الدولة كل عام وأنتم بخير ونائبه وإخوانه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين أهنئهم بأن الله تبارك وتعالى جعل هذه البلاد طيبة مباركة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحميها ويحمي أهلها ويحمي المقيمين فيها ويحمي بلاد المسلمين والمسلمين من كل سوء ومكروه وأن يرزق العالم كله السلام والأمن والإيمان أقول حينما نتكلم عن اسم الله الشهيد كما قلنا سابقا في أي اسم من الأسماء أننا لا بد أن نفرق بين المعنى الحقيقي لمعنى الشهيد دون أن يدخل فيه معنى آخر من معاني اسم الله تبارك وتعالى لأن أسماء الله تبارك وتعالى كثير 99 وغيره قال أكثر من ذلك كما سنوضح أو وعدنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نوفي بوعدنا أن نتكلم فيه هل 99 أو أكثر أو أقل إن شاء الله إن شاء الله لكن أقول من اكتماع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ودخول بعض المعاني للأسماء في بعض كثير من السادة المستمعين لا يفرقون بين المعنى الاسم الحقيقي المختص بهذا الاسم واسم آخر إذا كان قريبا قريبا مثل أنا سمعت أخت الله وأنا جاي في الطريق سمعت أنها تقول أن اسم الشهيد وأسم الرقيب بمعنى واحد أو مترادفان لا أقول ليس كذلك وإنما معنى الشهيد يختلف عن معنى الرقيب كما سنوضحه إن شاء الله حينما نتكلم عن الشهيد نتكلم عن الشهادة الأول الشيئة لأنها فيها ثلاث مراحل أولا إيه معنى الشهادة وبعدين معنى شهادة الله تبارك وتعالى وتسمية نفسه بالشهيد نعم الأمر الثالث عن ما هي متطلبات هذه الشهادة عند الله ثم عند الخلق الرابع ما هو الفرق بين شهادة العبد وشهادة الرب نعم الشهادة بمعنى الحضور لأن الشهادة فيها كثير من المعاني هذه المعاني تظهر على حسب المقام في استخدام الشهادة نفسها لكن المعنى الحقيقي للشهادة هو إيه؟ هو الحضور الحضور يعني أن يكون الإنسان حاضرا في حدوث شيئ ما ولذلك نرى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود يتكلم عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان واحد تاني أشاهد يعني إيه يعني حضر الصلاة فلان وفلان فقالوا لا قال إن هاتين الصلاتين يعني العشة والفقر أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتهما ولو حبوا إذا الشاهد فين الشاهد كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أشاهد فلان يعني أحاضر فلان قالوا لا وقال أشاهد فلان تاني قال أحاضر يعني فلان إذن الشهادة بمعنى إيه الحضور بمعنى الحضور هذا الحضور يلتزي يعني يلزم منه أشياء كثيرة يلزم منه أن يكون الحاضر أن يكون الحاضر مستوعبا لما يحدث وأن يكون الحاضر أن يكون الحاضر يعني لا جسدا فقط لا جسدا ولذلك يأتي اسم الرقيب يعني الشاهد يعني الحاضر طب والشاهد دون عشان يحضر كده أشهد نوم أم شهد رقابة فمن الإمكان أن يشهد الإنسان يعني يأتي يحضر لو إحنا قلنا أن الشهادة المقصود بها هو الحضور فقط فقط من الإمكان أن يحضر جسما ولا يحضر عقلا صحيح ولا يحضر يعني قلبا وإنما حضور جسم قالب دون قلب مش كده ولذلك من الإمكان يقول لك واحد يأتي المحاضرة أو مثلا يأتي صلاة الجمعة وبعدين هو أتى بجسمه والخطيب يخطب على المنبار وهو نايم وهو نايم وبعدين واحد يقول له صليت الجمعة يقول لك أيوة والله صليت الجمعة فين صليت في مسجد الشيخ زايد رحمه الله أو مسجد مسجد الشيخ محمد بالزايد حفظه الله يقول لك حضرت الجمعة حضرت طب الشيخ قال أيوة يقول لك والله هو خطب الجمعة قال هذا حضور أجساد وليس حضور قلب مع فهل هذا يعتبر شهيدا لا قال لك لا الشهادة يلزم منها أشياء أخرى ولكن حقيقة كلمة الشهادة أنه الحضور الحضور بوعي والحضور بإيه برقابة والحضور بإيه والحضور باستيعاب والحضور بعلم ولذلك الذي تكلم عن الشهادة قال إن أصل الشهادة أن الإنسان إيه أن الإنسان يكون حاضرا ولكن هذا الحضور لا بد أن يكون فيه علم بما يحدث ولذلك ربنا مش شهد باس ربنا سمى نفسه شاهدا وإيه وعليم صحيح وربنا ومش الحضور باس الحضور برقابة كل إنسان يفعل كذا أو في الكون يفعل كذا والله يراقبه نعم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عند الناس كلهم الصحيح يقول عن سيدنا عمر عبد الخطاب رضي الله عنه كل الناس تعلموا هذا الحديث يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فجاء فوضع ركبتي في ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه ثم قال له يسأله يا محمد أخبرني ما الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صدقت فقال أخبرني عن الإيمان فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي يراقب هذا عمر عبد الخطاب روي الحديث فقال هو جالس ويعلم ما يدور ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعجبا من قول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كلما يسأله عن سؤال فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للنبي صدقت فقال أعجبنا أن يسأله ويصدقه لأن الذي يسأل يريد الجواب فلما أنت تسأله وأنت تعلم الجواب فأنك تصدقه إذن فلماذا تسأله إن كنت تعلم الجواب مسبقا من أجل ذلك راقب عمر بعد شهوده وحضوره ما يحدث فين ما يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل هذا الرجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك في حقيقة الأمر هو المشاهدة وإن كان كثير من العلماء يقول هذا أصل في باب المراقبة أقول هذا أصل في باب المشاهدة المشاهدة يعني أنك تشاهد ما يحدث لكن لو زدت على المشاهدة لو زدت على المشاهدة أنك تسجل وتراقب ما يحدث يبقى أنت اسمك الرقيب يبقى الرقيب هو أن يتتبع الشاهد ما يشهده في حركاته يبقى نشاهد مثلا الأستاذ عبد الرحمن المرزوق نحن نشاهده ونراه مثلا ولكننا لا ندري ماذا يفعل في حركاته في الإخراق لكننا نريد إذا أردنا أن نشاهده ونراقبه فإننا ننظر إليه فنراه ثم بعد ذلك نتتبع حركاته في إخراج هذا البرنامج الطيب عملنا حكتين أول شيء المشاهدة والتاني حاجة إيه تتبع الحركات فتتبع الحركات تعتبر إيه مراقبة فحينما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك هو يراك وينظر إليك لكن هل يلجم من هذه الرؤية أن يتتبع حركاتك أم لا ثم هل يلجم من هذه الرؤية أن يكون عالما بما تفعل أم لا ثم هل يلجم من هذه الرؤية أن يكون بعد ذلك أن يخبرك بما تفعل أم لا ثم هل يعني يكون في معنى الحكم بعد ذلك الله 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 يبقى كم معنى أصبح لازما لكلمة المشاهدة يبقى أول حاجة المشاهدة بمعنى الحضور الحضور نعم لكن يلزم منها إيه الرقابة يلزم منها الرقابة وده اسم آخر نعم اسم الرقيب وقد تكلمنا عليه نعم طب وبعدين هل لك يلزم منها أن يكون الإنسان إيه أن يكون الإنسان مخبرا إذا إيه إذا قال له أحد ها أنت شهدت فلان يقول له نعم فشهدته يفعل كذا وكذا فإنه يخبر بعض إذا إيه إخبار الإخبار أتى من أين الإخبار أتى من الرؤية والمشاهدة والحضور صحيح شكرا الله ولذلك النبي يقول إيه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله نعم وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس نعم قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور حتى قالت الصحابة رضوان الله عليهم وددنا أو ليته سكت الراوي الحديث ولذلك لابد أن نفهم أن الشهادة إيه الشهادة في المحكمة نعم لما يجي واحد يشهد حق واحد يشهد زور واحد يشهد حق يعني شاف اتنين يتضاربان مثلا يعني أو شاف واحد يأخذ مالا ليس له وعدين مسكت الشرطة قدام له الرجل الشاهد دون وقاله للشاهد تعالى إشهد فالشاهد يقول آه أنا رأيته يبد يده في جيب هذا فيأخذ ما ليس له بيه حق ده شهادة حق طيب واحدين في شهادة زور واحد تاني يقول له إيه واحد تاني لا 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 لم يضع هذا في يده في جيب يده في جيب هذا ليه انت شفت آه شفت الله هو لم يرى ولذلك دي بالنبي قال إيه شهادة زور هو يخبره بما لا يرى يخبره بما لا يرى أن هذا فعل كذا وكذا شكذا وليس صحيح أول حاجة لا يستطيع أن يخبر بما يرى إلا إذا كان حاضرا نعم شكذا ثم إذا طلب منه بعد ذلك الإخبار أخبر بما رأاه ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى جعل أمة الإسلام أمة شاهدة هذه الشهادة نشهد بها على الخلق جميعا ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى في سرطة المقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يبقى أنتم شهداء على الناس في إيه؟ قال شهداء على الناس في أننا أرسلنا إليهم رسولا حتى يؤمنوا به ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر وأنكم ستخبروننا بهذه الشهادة الحق وإذا لم تخبروننا فاعلموا أن الرسول سيكون شهيدا عليكم يبقى هنا شهادة شهادة أمة الإسلام على الناس وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وعلى أمة الإسلام ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النساء قال وكذلك جعلنا في كل أمة شهيدة إيه؟ ثم جئنا بك شهيدا على إيه؟ على هؤلاء الله 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 لما كان عبد الله بن مسعود يقرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد قال أظن ابن مسعود الذي كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أحب أن أسمع القرآن من غيري فقال له اقرأ فقرأ ابن مسعود ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة فقال النبي لسيدنا ابن مسعود قال له حسبك يعني خلاص كفايا كده فسكت ابن مسعود ونظر إلى النبي فوجد أن عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان من الدموع ترى لماذا تذرف عين النبي صلى الله عليه وسلم من الدموع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله شهيدا على الأمم جميعا صحيح وشهيدا على الرسل الجميع شهيدا إزاي أو تعالى بقى نعم قال هو كان حاضرا ولا ما كانش حاضر لكن عشان يتم المعنى الحتة دي خطيرة لكن لما ييجي لما ييجي في سيدنا سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام يتكلم ربنا تبارك وتعالى معه ويقولوا أأنت قلت للناس اتخذوني وأميه إلهين من دون الله أنت يا عيسى قلت كده قال إيه سبحانك ما يكون لي أن أقول لهم إلا ما أمرتني به مش كده ولا إيه نعم وإن كنت قلته فقد علمته صحيح تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك مش كده ولا إيه نعم وأنت على كل شيء شهيد إن كنت قلته فقد علمته مش كده ولا إيه نعم صحيح الله يبقى الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله مش كده ربي وربي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ما جابش أنت الشهيد عليهم شوفت كيف مش ايه وكنت عليهم شهيدا شهيدا نعم فلما ما دمت فيهم ده هو يتكلم عن نفسه فلما أراد أن يوكل الأمر إلى الله ما جاب الشهادة لله وإنما جاب اسم الرقيب لله نعم قال ليه قال لأن الرقيب شهيد وزيادة يا سلام آه ليه قال لأني حينما كنت فيهم أعلم ظواهر أمورهم ولكن حينما توفيتني وأنت تراهم فإنك تعلم ظواهر أمورهم وبواطن أمورهم فكنت أنت الرقيب على حركاتهم جميعا شو الله ولذلك اللفظ القرآني خطير طبعا وفيه متعة كبيرة وأراك أنك عايز يعني معنا فاصل إن شاء الله بعد خمس دقائق يا سلام طيب طيب حقا حلوة شكرا إذن إذن حينما عشرت تسلسلية جميل لها وقع جميل جدا لا شك لا شك يبقى لما قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم لم يقل الشهيد ما قالش الشهيد ليه قال لأن الرقيب شاهد وإيه طب وإيه تمه ربنا شاهد قال كده وكفى بالله شهيدا قال لا حينما يتكلم سيدنا عيسى يعلم أين يضع الأسماء في المقامات المعينة ولذلك يقول لك لكل مقام مقال ليه قال معلش أستطرت شوية ثم أعود إلى الإيه لما جاء الخضر سيدنا الخضر يعني مع سيدنا موسى لما جاء تكلم عن السلاسة الأشياء الذي فعلها تكلم بأسلوب غريب شوي أسلوب غريب في رجل يفقه كيف يتكلم عن الله لأن الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى فقه قبل أن نتكلم ليه قال لأننا نتكلم عن ربنا نتكلم عن خالق الكون صحيح فلابد أن نعرف كيف يكون الكلام معه لأننا إذا قابلنا المدير أو إذا قابلنا يعني وزيرا أو إذا قابلنا رجل مربوك يعني فإننا نضع في أنفسنا كيف يكون السلام عليه وكيف يكون الكلام معه اللي هم بيقولوا إيه بروتوكولات المقابلات يعني أعطي كل ذي حق حق ودي ما فالشيء ولكن إذا تكلمنا مع علام الغيوب فكيف نتكلم عنه إلا إذا نعرف كيف نتكلم عنه خاصة إذا كنت عالما أما إذا كنت يعني من الناس العاديين فإن ربنا تبرى تعالى يقبل منك كما قبل من الرجل الذي قال حينما ضعت يعني زاده وشرابه ورحل فلما أيقن بالموت ربنا سبحانه وتعالى جبل الراحلة أمامه فلما نظر قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح العالم حينما يتكلم عن الله يعلم دقائق الكلام ولذلك سيدنا الخضر يقول إيه لما جه أقول سأنبئك بتأويل ما لم تستطع علي إيه صبر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في الأرض فأردت أن أعبه شو يقول فأردت أنا يعني فأردت أنا طب هو أن تريد هو أنت مفسد في الأرض يا خضر ولن تجايلك التعليمات من رب السماوات والأرض هو جايلك التعليمات لكنه لا يريد أن ينسب الشر إلى الله مع أن الله هو الذي خلق الخير وخلق الشر كما قال ربنا عز وجل والله خلقكم وما تعملون لكن الخضر قال حينما يفسر هذا يتكلم قال فأردت وبعدين لما جاء عند الغلام قال فإيه فأردنا أردنا أردنا ليه قال أردنا لأن قتل الغلام فيه خيرية للآباء فنسبها إلى الله وفيها سوءة القتل فنسبها إلى نفسه ولذلك كان هناك اختلاط شر باختلاط خير فجعل الخير لمن لله وجعل الشر وقد نسبه لنفسه لما جاء عند الغلامين اليتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا هذا خير محض يعني ليس فيه شر نهائي فقال فأراد ربك أي بلغة عشدهم ويستخرج كمزهما الله تمنت لك إرادة يا خضر وانت اللي بنيت قال لا هذا كله خير وليس فيه شر أبدا من أجل ذلك لا بد أن ننسب الخير كله لله يبقى أول حاجة ظاهره الشر كله قال فأردت الأمر الثاني قال فأردنا لاختلاط الخير الأمر الثالث فأراد ربك لأن الأمر كله خير في ظاهره وفي بطنه من أجل ذلك إذن هذا رجل يعلم ويعلم كيفية التكلم مع الله عز وجل وكيفية وما لله من حقوق عليه المسيح عليه السلام يعلم ذلك أيضا لأنه رسول من أول العز من الرسل قال ما إيه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة عليهم وبعد ذلك جابها بقى في الآخر قال وأنت على كل شيء شهيد شفت بقى جابها فين في الآخر وأنت أنت كنت شاهد برضك يعني أنت تعلم ظاهرهم وباطنهم وانت شهيد على كل شيء بعض الناس حينما يتكلمون على الشهادة يقولون إن الشهادة معرفة الظاهر ومعرفة الباطن هم لا يتكلمون عن معنى اسم الشهادة فقط وإنما يأخذون عن اشتراك معاني اسم الله تبارك وتعالى فين في هذا الأمر يعني دعنا نتكلم حيث يفهم المستمع الكلام الشهادة يعني هذا أمر لا بد أن نفهمه فهما جيدا يبقى الشهادة حضوره وده الأصل في معنى الشهادة ولكن يلزم هذا الحضور أشياء منها منها الإخبار ومنها أن يكون حاكما على أن يكون حاكما والحكم يعني ده عمل ولا بعملش قل يبقى عمل هذا حكم حكم يعني مش حكم زي القاضي يقولك تموه القاضي هو الذي يحكم نقول لا هذا حكم في الكلام بمعنى أنه أنه يلصق العمل إلى صاحبه يلصق العمل إلى صاحبه بمعنى أنا بقول أن واحد ده ضرب ده مش كده ولا إيه هنا يا شيخ هلال أنت شفت ده ضرب ده وأنت شفته تقول لي إيه أيوة شفته أيوة شفته يعني إيه يعني أنت حكمت على أن زد ضرب عمر مش كده ولا إيه أنا أيوة شفته يبقى أنت حكمت أثبتت هذا الإيه فلما أثبت القاضي ياخد بالكلام وانتهى الموضوع على ما لكن إيه لكنك حكمت عليه إذن يلزم أيضا من شهودك أنك تكون حاكما نعم قالت عند وفاة عثمان بن مضعون لما توفي عثمان بن مضعون رحمة الله قالت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادة فشهادة عليك لقد أكرمك الله شفاه النبي موجود قالت لقد أكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه وانت بتتكلم في في غيبيات في غيبيات نعم هل أنت شاهدت أن الله أكرمه النبي يقول حتى يعلمنا أشياء فيقول النبي هل أنت وما أدراك أن الله أكرمه صلى الله عليه وسلم شوف النبي بيقول كده الله وبعدين إيه فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ها فمن يكرمه الله لما ده عثمان بن مضعون كالراجل طيب نعم كالراجل وراجل فإحنا بنقول أكرمه الله يعني فالنبي يقول له يقول لها من أدراك أن الله يكرمه فاسترجعت المرأة وعرفت أن اعتراض رسول الله صحيح نعم فقالت فمن يكرمه الله يا رسول الله إذا لم يكرم عثمان الذي رأينا من صلاة الله من يكرمه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هو فقد إيه فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الإيه الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله ما يفعل بي وهو رسول الله وهو رسول الله نعم فإيه قالت فوالله لا أزكي أحدا بعد ذلك أبدا نعم يعني معاني الشهادة وأيضا في قصة ابن مضعون نعم نعم هذه قالت لما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريكي ليه ليه قال وما يدريكي نعم هل فعلا أدريت أن الله قد أكرمه طيب يقول النبي ليه قال لأنها لم تكن شاهدة حينما يكربه الله لم تكن عند الله وقال الله لعثمان بن مضعون أنا أكربك وهي لم تشهد هذا نعم فكيف تتكلم بشيء لم تشهده نعم النبي يريد عن ليه قال لأنه يريد أن ينضع حدا لكل من لا يشهد شيئا ألا يتكلم عنه ولذلك ربنا يقول العالم الغيب والشهادة نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من كل إنسان من أمة الإسلام ألا يحدث إلا بما شاهده ليه قال لأنه إذا حدث بما لم يشهده فإن هذا الزور الذي قال النبي عنه ألا وشهادته خاصة في رحمة إنسان أو في عذاب إنسان أم العلاء تقول عن عثمان بن مضعون لقد أكرمك الله واحدة تانية من يكون خايف من دايئة من واحد مات تقول ربنا جابه في جهنم نعم مش تقول ألا إيه لو أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء أن تشهده بإكرام الله لعثمان بن مضعون فإنه يجيز للأخرين أن يطعنوا في أي واحد صحيح ولذلك النبي سد وقال لا حتى أنا لا أعلم لا أعلم ما وقال إني أظن له خير مش كده ولا إيه نعم طب يا رسول الله من تقولت إن يا جبري يا بلال لقد سمعت قرعن عليك في الجنة في المعراج وقل وبشرت العشر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالجنة وانت حكمت بلاش قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وهو جالس مع أصحابه في المسجد وطلع فعلا رجل جه وصلى ومشي وتتبعه يا عبد الله هذا قد يفهم عكس الكلام هذا قد يفهم نعم فكيف يقول حتى أنا مش كده ولا إيه نعم فإذا كأن النبي صلى الله عليه وهو رسول الله نعم بس في نقطة شديدة شوي نعم خبل أن تذكر بالنقطة شيخ أنا يعني أذكر الأخوة تشرب شيخ شوية زنجبيل زعتر هذا مو بزنجبيل عشان الصوت لأن يعني الشيخ سمير شوي تعبان اشرب يا شيخ وأنا أذكر الأخوة المستمعين برقم الهاتف اللي حاب إن شاء الله يتواصل معنا حتى ننهي هذا النقطة إن شاء الله مع فضلية الشيخ الهاتفنا هو 601-2-2-1 وأيضا رسالة نصية القصيرة على 2-1-1-9 ونتحدث عن اسم الله الشهيد وأكيد يعني أنا أحتاد إلى زعتر لا بأس شيخ إن شاء الله إذن يعني نتحدث عن الشهيد مستمعين الكرام مع فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر ويعني نواصل إن شاء الله الحديث معكم مع اتصالات كما أدري عبد الرحمن يقول فيه اتصال طيب كنا ننكمل النقطة هذه مع الشيخ طيب اسمحنا الشيخ نستقبل الاتصال تفضل 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 اتصال ياسر ياسر سلام عليكم أخو ياسر خلاص ياسر ما يسمعنا ألو ياسر وعليكم وعليكم يا كلا ياسر كيف حالك نعم 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 إنزاك الله خير الله يبارك فيك والله سلام للشيخ سمير حياك الله جزاء الله كل خير بصراحة بارك الله فيك على أسبوع البسيط الجميل جدا يوصل للناس في كل عفوية وتسامح نسأل الله الفائدة والقبول إن شاء الله الشيخ تمر أعرفه عن قربه طبعا وأعرفه قهيدا جدا طرق المسامح عفو مرح عزاك الله خير حبيثة سلم عليها هلال الله يسلم خوي ياسر ما أدري إذا عندك سؤال أو عندك مشاركة في الموضوع لفضيلة الشيخ أتمنى يعني أنك تختصر حتى إن شاء الله نكمل الحديث مع فضيلتك حبيثة السؤال لفضيلة الشيخ عزاك الله عنك كل خير وجزاك الله يبارك فيك ياسر عزاك الله خير بارك الله فيك يا خوي ياسر إذن يعني نكمل النقطة اللي كنت تتحدث فيها الشيخ عن الفرق يعني هنا بين أن الرسول سلم ينهى أو يأمر هذه أم أم العلا عن شيء وهو يبشر بي اللهم اغفر لي ما لا يعلمون نعم واجعلني أفضل مما يظلون آمين ونسأل الله الإخلاصة في هذا العمل اللهم أمين الشيخ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تكلم وقال لها هذا مع أنه بشر مع أنه بشر العشر المبشرين بالجنة صحيح فكيف يبشر وهو لا يعرف نفسه قال أن المقصود بذلك شيء حتى يجعله قاعدة في الأمة من قول الحق تبارك وتعالى قل لو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير إذن يريد أن يقول للناس جميعا أنا كمان ما بعرفش الغيب الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه ولذلك لابد أن نحن لا نكون حكاما على أحد وإنما الذي يكون حاكما على أحد هو مين هو الله تبارك وتعالى وأنا كذلك لست حاكما على أحد ليه قال لأنني لا أعلم الغيبة ولو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوء ولذلك ترى سيدنا أبو باكر في حد في هذه يعلم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب رسول الله ويعلم أن الله قد أنزل فيه قرآنا يتلى إلى أن تقوم الساعة ويعلم أن النبي قد قال له ما اجتمعنا في إمرئ إلا أدقله الله الجنة وعرف أنه هو من العشر المبشرين ولكن أبا بكر يقول لا آمن مكر الله ولو إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها فإني لا آمن مكر الله وعلى ذلك نرى قاعدة خطيرة في الدعوة إلى الله والحكم على الناس إيه أن الغيبة والحكم على الناس ليس لأحد من البشر حينما نقول هذا في الجنة وهذا في الناس بل أعتى عتاة الكفر لا نستطيع أن نحكم مدام هو فيه روح لا نستطيع أن نحكم عليه بأن آخرته آخرة سوء حتى نفهم ولذلك يقول لها يقول لها وما يدريك أن الله أكرمها ليه؟ لأن الذي يعلم الغيب ومآلات الأمور وحده هو مين؟ الله هو الله تبارك وتعالى إذن لابد أن نفهم أن الشهادة هي حضور وهو ينكر عليها عدم الحضور وأن تشهد بما لم ترى يبقى الشهادة أصلها إيه؟ قال حضور طب أمة الإسلامي عشان بقى المعنى يتم جميل قبل أن أدخل في شهادة الله نعم من أمة الإسلام أم لا؟ نعم نعم صح أو لا؟ أين؟ والأستاذ عبد الرحمن من أمة الإسلام أم لا؟ نعم مش كده ما لديه لكن هل حضرتم قوم عد؟ لا حضرتم قوم ثمود؟ لا إلا إذا كان يعني بقى لا لا ما فيش حد حضر فينا فكيف نقول إن الشهادة حضور وأنتم لم تحضر قوم عد التي قالت من أشد منا قوة مه الله إيه خطيرة دي صحيح طب والقرآن يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس طب والشهادة تتطلب خضورا ونحن لم نحضر ونحن لم نحضر فكيف نكون شهداء؟ حتى قال سيدنا المسيح ذلك قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت لي كنت أنت الرقيم عليهم وأنت على كل شيء شهيد طب إحنا ما حضرناش السيدنا المسيح أنا كنت حاضر معهم واللي حضرت معهم أنا أشهد عليهم لكن اللي ما حضرتش معهم ما عرفش عملوا إيه صحيح وبعدين وبعدين السيدنا رسول الله في الحديث صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يروح جزء من أمة محمد إلى النار فالنبي يقول لا أدق من أمتي وبعدين ييجي تانين الناس تانين ويدخلوا في النار والنبي يقول لهم من أمتي من أمتي فقالوا يا محمد أنت لا تدري ماذا أحدثه بعدك الله طيب كيف نكون شهداء بقى ونحن لم نحضر مع أن الشهادة من ما ينبغي فيها الحضور الحضور أصلها الحضور إزاي إذي خطيئة نعم حتى تاني قال أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مش الناس بيقول كده نعم طيب وانت حضرت شفت ربنا طيب بلاش شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ عشان تقول أشهد أن وإذا كان معنى الشهادة هو الحضور فكيف أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله وانت شفت سيدنا رسول الله لا أبدا طيب فما الذي يجعلك تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وما الذي يجعل أن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين نعم أيوة والإجابة خطيرة نعم طبعا المستمعين حطوا ديهم على قلب أيوة وشكده ولا إيه صحيح 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 الله خلي بالك نعم الله تبارك وتعالى نعم لما يجي لك أنت تعرف إنسانا صادقا أبوك مثلا نعم وأنت صغير وبعدين وانت صغير وتتتبع حركات أبوك ومؤمن بأن أبوك أن أباك يعني رجل الله يعني قال لك خد الهدية دي هجيب لك هدي ما جربت عليه كذبا قط ولما يجي يقول لك أنا هجيب لك كذا يبقى أنت حطيت في دباغك إنه إيه رحيب ولا يأتي الكذب أبدا ولا تتهمه بالكذب أبدا ولا يأتي الكذب على رأسك ليه قال لأنه كلما قال لك شيئا تحقق صدق فيها نعم وتحققت طب لما يجي يقول لك أنا هجيب لك الأمر على الباب هجيب لك هلال على الباب يجيبني أنا يعني مثلا أنا هجيب الهلال على الباب وأنت صغير هتصدقه ولا لا لا تصدقه ليه قال لأنك لم تجرب عليه كذبا صح صح مش كده ولا يهد نعم فكل أمر يعيدك به فإنه يأتي بيه يصدق فيه يصدق فيه ولذلك حينما يقول لك أنا هجيب لك أي شيء لا يأتي مجرد الكذب على دمارك لأنه دائما يصدق لأنه دائما إيه يصدق معي يصدق معك مش كده ولا إيه صحيح طب وإذا كان صادقا معك ها في شيء في استطاعته أن يأتي به بعد أن أعلمك وأتى لك بشيء كنت تستصعب على إمكاناته أن يأتي به معي ولا يهد نعم يبقى يزداد إيمانك أعتقادك في أن أبوك يجيب لك كل حاجة ولا لا أكيد نعم ولا يأتي كذب على رأسك ولا تتهمه أبدا لا صحيح مش كده ولا يهد نعم ولما ييجي يقول لك خلي بالك أنا كنت عند عمتك أمس وكانت عمتك يعني زعلانة شوية وأنا رضطها وكان مش عارف إيه وكان جدك الله يرحمه وكان عنده كذا وكذا أتصدقه أم لا أصدقه لأنك لم تجرم علي كذبا نعم مش كده ولا يهد نعم فإذا كان هذا بالنسبة إلى الإنسان فكيف لا يكون إلى الرحمن عز وجل حينما يقول نعم والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون حينما يقول وجعلنا الليل لباسة وجعلنا النهار معاشة وبنينا فوقكم سبعا شدادة وجعلنا سراجا وهاجة وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة ثم يتكلم ربنا على النعم كله ويأتي العلم ويأتي غير ذلك يقول إن الذي حدث به هذا صحيح لا مرية فيه وأن الله تبارك وتعالى حينما يتكلم بشيء ويقول أنا ربكم الأعلى لما يقول كده لم يحدث أن نازعه أحد من المخلوقات فيقول لا انتلك الأرض وأنا لي السماء أو أنا لي السماء ولي الأرض وإذا قال شيئا فإنه يتحقق تحققا لا مرية فيه فإذا كان الله يقول أن السماوات والأرض بلا منازع بتاعته وإذا كان يقول فكل قوله صدق حقيقة وإذا كان يقول فلا يستطيع أحد أن يخرج من قوله هذا فإن نصدق الله أم لا نصدق الله نصدق وعلى ذلك لما يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة وكذلك جعلناكم شهداء على الناس بمعنى إيه بمعنى أني أنزلت إليكم كتابا وأنا الصادق الذي لا ينبغي ذي أن أكذب قط مش كده فتؤمنون بهذا الكتاب وهذا الكتاب فيه خبر من كان قبلكم من المؤمنين ومن الكافرين فإذا صدقتم بهذا الكتاب فإنه أفضل ممن كنتم تعيشون مع هؤلاء الناس الله يعني إيماننا بالكتاب والقرآن يزيدنا إيه تصديقا أفضل من الإنسان إذا كان يعيش مع هؤلاء ويشهد ذلك ويشهد عليه قال إنك إذا عشت مع هؤلاء وأنت حاضر معهم فإنما تعيش وتخبر وتحكم عليهم بإمكاناتك القاصرة وإنما إذا أخبرك صاحب الإمكانات المطلقة فأي الخبرين يكون أفضل وأحكام الثاني بالتأكيد معايا ولا نعم هل ليه يبقى إذن لذلك تعالى هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما باعه اشترى من أعرابي إيه أعرابي يعني داب وقال له أنا معيش فلوس تعالى معاه إلى البيت أنا هديك الفلوس بكم دي حق قال له بكذا قال له طيب هات الفلوس قال له معيش تعالى تعالى على البيت النبي اشترى ولكن قال له تعالى على البيت وهو ماشي الأعرابي ماشي فجيه واحد قال له الله تدب بتاعتك دي حلو أقول تبح علي قال له اشتري قال له أنا جايلي فيها يعني عشرة درهم قال له أنا أديك أنا أديك خمستاشر قال له خلاص أنا هيها بحالة النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الأعراب النبي وقال له أنا بعت الراجل ده بخمستاشر قال له يا رجل ألم تشتريها منك قال له لا أنا خلاص بعتها منك قال له يا رجل أنا أشتريتها منك خلاص وتجمع الناس حول الأعراب وحول رسول الله النبي يقول له أنا أشتريتها منك والأعراب الله يهديه يقول له لا أنت أنا ما بعتكش فالأعراب قال عشان يعمل قال له أنت معك شهود على أنه بعتلك الله فواحد جاء من الصحابة هو كان لا حضرة ولا رأى ولا سبعة ولا غير ذلك فلما قال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنت عندك شهود فالصحاب دواف وقد آمن بمحمد وعلم أن محمدا لا يكذب وأنه هو الصادق المصدوق وأنه رسول الله وأنه يأتيه الوحي من الله عز وجل فقال هذا الصحابي الذي لم يرى البيعة ولا الشراع فقال أنا شاهد على أن رسول الله قد اشترى دبت هذا الأعرابي فالنبي تعجب قبل أن يتعجب الأعرابي فقال له أتشهد على ماذا النبي انت شفت حاجة قال يا رسول الله أعلم أنك لم تكذب قط فشهدت على قولك أنت ولذلك النبي جعل شهادة هذا الرجل بإيه بشهدتين بشهدتين من الرجال ليه؟ قال زادت نسبة الإيمان في قلبه حتى أنه لا يجري الكذب على أن النبي يعني من الصادق أبدا نعم سبحانه وتعالى ولذلك سيد أبو هريرة لما جه العفريت وأكل من وبعدين قال له يا أبا هريرة أنا عندي عيال وستركني فتركه وذهب إلى النبي وقال ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال شكى حاجة شديدة وقال علي عيال؟ قال فتركته على أن لا يعود قال يا أبا هريرة أما إنه قد كذا بكى وسيعود فيقول أبو هريرة فعلمت علمت يعني اعتقاد جازب بأن هذا الرجل سيعود ليه؟ لأن النبي قال إنه سيعود إذن شهادتنا على الناس شهادة إيمان بزيادة نسبة هذا الإيمان في القلب بإيه؟ قال شهادة كلمة لها نعم زيادة نسبة الإيمان بتصديق الله عز وجل بعد أن آمنا به فكل ما يأتي من عند الله بأنه خير فنحكم عليه بأنه خير وأنه شر أنه شر لماذا؟ قال لأننا لم نكن حاضرين وإنما لما نبأنا الله عن ذلك فإن الله تبارك تعالى أصدق القائدين فنحن نصدق على قول الله عز وجل نعم مش كده ولا إيه؟ صحيح؟ يبقى أفضل من حضورنا ولا لا؟ أكيد تعالى هنا لما يكون واحد خبير دكتور خبير مثلا نعم في الطب وبعدين واحد عيان في مريض في مستشفى وبعدين إحنا جايين كلنا إيه؟ كلنا نروح نزوره معه وكده فلقينا تعبان آه يا رجلي آه يا دماغي آه يا دي هو بيقول كده وبعدين نقول إحنا إحنا خلاص الرجل ده خلاص هيودع يعني خلاص يعني وبعدين خلاص إحنا أخدنا هذا الانطبع حيث لم نكون متخصصين في هذا مش كده ولا إيه؟ وبعدين إحنا نمشي فييجي أستاذ دكتور متخصص في هذا فينظر للبتاع للولا كده ويقول له ولا خد اسبرينة أو خد بنا دول ياد ومشي يا ولا الله وبعدين وإحنا راحين البيت بنبص لإنه هو سبقنا على البيت مثل الحصان مثل الحصان والجمل وغير الله إيش اللي يخلاك يا ولد أنت كنت بتستعدى أنت كنت عتموت قال علمنا نحن ليس كعلم لإيه؟ الدكتور قال الدكتور ليه؟ قال الدكتور علمه علمه حقيقي يعلم أن هذا بيمثل مثلا لكن علمنا نحن ما نعرفش فإذا كان خبرات الطبيب تقول هذا ونصدقه ونحكم على كلامه بأنه صواب فإذا أنزل الله إلينا قرآنا ويقول ويروي قصة عاد ويروي قصة سمود ألا يكون ذلك حضورا منا مع هؤلاء الأقوام ونحكم عليهم ونشهد عليهم بما قال الله مش كده ولا إيه؟ بلى صح؟ نعم طب تعال هنا الله قال إحنا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله أننا محمد رسول الله وإحنا مش حضور مش كده ولا إيه؟ قال ما الذي أدراك أن إحنا مش حضور؟ ده كلمة مش حضور ديه؟ الشهادة دي خطيرة أويه؟ ليه؟ قال يا أخي أنت تمشي على أرض من؟ وأنت تمشي تحت سماء من؟ وأنت تشرب من ماء من؟ ألا تنظروا في نفسك؟ وفي أنفسكم ألفا لا تبصروا؟ الله ومعدين ده في واحد قال إيه؟ قال أنا الله لا إله إلا أنا لسيدنا موسى فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري الله قال إن الساعة آتية الله وقال كل نفسي ذائقة الموت ويحدث مثل ما قال والعقل يقول ذلك الله هو دلوقتي الكمبيوتر ده جيه كده من الهواء ولا واحد اخترع وعمل مش عارف إيه وواعدين النجار جاه والمهندس جاه وعمل لك الوصلة وعمل لك البتاع وحطنا السماعات دي والسماعات دي جات لها ديها إذن الله معنى ذلك أن شهود نعم الله دليل على إيه؟ فإذا رأينا نعم الله في كونه ادلت عليه فكأننا نرى الله عز وجل والذي خلق وإذا قال الله عز وجل إننا أرسلت رسول وإن ده الكتاب وإن اسمه محمد وإن اسمه كذا حتى أن سيدنا رسول الله مطالب بأن يشهد أنه رسول الله سبحان الله الله معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن زيادة نسبة التصديق لله وللرسوله في القلب تجعلك إيه؟ تصدق بما يقول فإذا تصدقت بما يقول فأقوى كان أقوى هذا من حضورك أنت في الأمم السابقة أو من حضورك أنت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس فنحن شهداء على الناس مع عدم حضورنا ولكن حضرنا حضورا حقيقيا أفضل من حضور الأكساب وهو حضور الوعي الذي أنزل الله عز وجل هذا القرآن لنعي ما قالت عاد وما قالت ثموز وما قالت الأمم السابقة إذن معنى الشهادة ناخدها بقى نعم إيه؟ معنى الشهادة فاصل لا ما في فاصل معنى الشهادة معنى حضورية بالقلب أو بالقالب ما إحنا أمة الإسلام كلها الآن نعم حضور شهادة بالقلب صحيح مش كده نعم واللي كان عايش في قوم عاد بالقالب صحيح كان موجود نعم مش كان موجود نعم لكن الله لم يفرق بين المؤمن الذي حضر بالقلب بين المؤمن الذي حضر بالقلب بالجسد يعني ها؟ وبين المؤمن الذي حضر بالقلب تاني نعم أبو بكر سيدنا أبو بكر شهيد على النبي ولا لا؟ بلى وشهيد على الأمم السابقة ولا لا؟ بلى طب هو شاف رسول الله نعم مش كده هذا حضور بالجسد والقلب صح؟ نعم مش كده ولا لي؟ نعم طب وإحنا حضور بإيه؟ بالقلب طب ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس قال ليكون أبو بكر الذي حضر بالقالب والقلب هو الشهيد فقط ولا أدخل نحن في الخطاب تاني نعم علش قال وكذلك جعلناكم أمة وسط وكذلك جعلناكم يعني بيخطب مين؟ بيخطب سيدنا أبو بكر وعمر واللي بعد والصحابة واللي بعدي نعم مش كده؟ صحيح واللي بعد 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 إلى أن تقوم الساعة صحيح طب هناك فرق بين شهادة أبي بكر وشهادة أنا وشهادة العييج بعدين نعم مش كده شهادة أبو بكر شهادة أبي بكر وعمر كانت شهادة قلب وجسد وجسد كان موجود كان موجود وشاهد وشايف نعم وبقلبه وبقلبه نعم نعم شكرا لأيه نعم صح؟ نعم طب وحده شهادتنا بإيه؟ إيمان بقلوبنا بقلوبنا نعم وليس بأجسادنا صحيح صح ولا لا؟ نعم قال لك بس خلي بالك لقد حدث هذا للصحابة أن آمنوا بقلوبهم ولم يؤمنوا بأجسادهم حتى هم عايشيه ليشركنا الله في قوله واجعلناكم كذلك جعلناكم نعم إزاي يا مولانا؟ قال في حدثة الإسراء أشهد أبو بكر رسول الله حينما أسر يبيه؟ لا أشهدت الصحابة رسول الله حينما أسر يبيه؟ لا حينما أعرج به؟ لا أرأوا رسول الله وهو يرى الجنة؟ أرأوا البراق؟ لا أرأوا جبريل؟ لا أرأوا جبريل؟ هم شايفين محمد صح؟ لكن الأصل أنهم لم يروا جبريل ولم يروا رسول الله وهو يسرى به وجاء أبو جهل يترق الباب على أبي بكر وقال انظر إلى صاحبه قال وما به؟ قال إنه يحدث الناس أنه أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً زهاباً وشهراً إياباً قال أبو بكر له أوقت قالها؟ قال نعم قال فقد صدق سلام شوف الله 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 تبدأي بقى شهود إيه يا أبو باكر؟ شهود قلب ولا قلب؟ قلب قلب حتى وهم يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يشهدون بهذه الأشياء بإيه؟ بقلوبه وليست بأجساده وإلا قال ما لا إحنا ما شفناش ومن الناس من قال إحنا ما نصدقش حتى عقلاً مش كده قال ليه؟ الله يبقى اشتركنا مع سيدنا أبو بكر ومع سيدنا ومع سيدنا طبعاً لا شك مش كده قال ليه؟ يعني بس إحنا بنتدلل عليهم شيء نعم يعني فلما اشتركنا معه فيه؟ اشتركنا معه فيه حقيقة المشاهدة وحقيقة المشاهدة في القلب ليس في الجسد ولذلك يقولون إن القلب أوسع إدراكاً من العقل ومن الإيه؟ ومن الجسد مش كده قال ليه؟ صحيح ولذلك قال النبي لعلى أبي بكر ساعتها إنه الصديق له يا أبو بكر؟ قال ولماذا تصدقه في أنه صادق؟ قال أفلأ أصدقه في إني أصدقه في أكثر من ذلك أصدقه في أن ينزل عليه الخبر من السماء إلى الأرض ألا أصدقه من رحلة أرضية أرضية؟ ده أنا أصدقه من رحلة إيه؟ سماوية أرضية نعم ومن السماوية عادية ده من فوق سبع سماوات صحيح وينزل عليه منهج وينزل عليه كده وأنا لم أشاهده بعيني وإنما شاهدته بقلبي ونحن نقول لك يا أبا بكر لقد شاهدنا ذلك بقلوبنا ولذلك جمعنا الله وإياكم جميعا يا صحابة رسول الله في قوله سبحانه وكذلك جعلناكم كم تساوي هم وإنما واللي بعدنا إلى أن تقوم الساعة بس هم سادة نعم رضي الله عنه هم سادة ولهم أجرنا دون أن ينقص من أجرهم شيء فنحن نقبل يعني أيديه ونقبل رؤوسهم لأنهم هم الذين يعني بايعوا محمدا وهم الذين يعني بذلوا الغالي والنفيس فيه إذن هناك شهادة قلب أقوى من شهادة ولذلك إحنا قلنا أول الحلقة قلنا إنه لابد أن يكون الشاهد حاضرا لا بجسده فقط وإنما أيضا واعي بقلبه وقلنا إن الذي يحضر خطبة الجمعة بجسده وليس بقلبه فإنه يحاضر وليس عاضرا حاضرا غائما لكننا حضور وليس من المغيبين حضور ليه؟ لأن القرآن هذا بيننا وإذا كان الله صادقا وأصدق القائنين فإننا بذلك نشهد شهادة القلوف كأننا حاضرين ولذلك إحنا بنقول إيه؟ أشهاد أن لا إله إلا الله وأشهاد أن محمد عن يقيم ونقول إيه؟ رضينا بالله تعالى ربه وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إذن هذه قصة إيه؟ قصة الشهادة طيب تعالى بقى هنا شوف ربنا تبارك وتعالى يقول إيه؟ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به مش كده قال إيه؟ لأنذركم به ومن بلغ أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد مش كده قال إيه؟ نعم أنت شهدين آلهة أخرى طيب اللي شاهد أهلها أخرى كدام تبليه كدام أنت شايف صنمه مش كده ولا إيه؟ نعم طيب أنت الصنم ده إله؟ طيب الإله ما هو؟ قال الإله أنه يتمكن في إيه؟ في حياتك فيبعد عنك الشر مش كده ولا إيه؟ وهي إيه؟ ويجيب لك الخير أو يبتليك بشر مش كده ولا إيه؟ نعم ويبتليك بخير قال وإيه يمسسك الله بضر فلا كاشف حتى أبليها هو نعم قبل الآية دي قال وإي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو نعم وإي يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبيل كأن الله يقول قبل أي شيء أكبر شهادة قل الله نعم بيقول إيه؟ أن الإله هو الذي يضر وينفع والآية هي يمسسك الله فبعد أن عرفتم أن معنى الإله هو الذي يضر وينفع تعال بقى أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بينه أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى تضر وتنفع فإن قالوا نعم فهم كدبين يبقى ديب الشهود نعم تتعند قل لا أشهد مش كدبين لأيه نعم قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركه إذن حينما نتكلم على الشهادة فهي شهادة حضوري سواء كان هذا الحضور حضور أجساد وحضور إيه؟ وحضور قلب نعم أمة الإسلام حضورها حضور قلب أكثر منه حضور إيه؟ قلب نعم تاني أمة الإسلام حضورها إيه؟ حضور قلب حضور قلب أكثر منه من بعد جيل الصحابة نعم حضورها حضور إيه؟ قلب قلب مش كدب ألا إيه؟ نعم وليس حضور إيه؟ أجساد ولكن حضور القلب منهاتهم التي أعلم فكأنه حضور قلب وقلب مش كدب ألا إيه؟ نعم طب تعالى بقى بعد أن علمنا معنى الشهادة مش كدب ألا إيه؟ نعم تعالى نشوف معنى الشهادة عند الله بإيه؟ ربنا بيقول وكفى بالله شهيدا مش كدب ألا إيه؟ نعم طب والله شهيد بمعنى حاضر مش كده ويلزم من هذا الحضور إخبار محق مش حين قلنا كده تعالى طبق المعنى اللي احنا قلناه على مين على ربنا عز وجل مش كده قال لي معنى ذلك أن الله حاضر مش كده قال لي طب حاضر ايه قال حضور يليق بجلاله قال وهو معكم أينما كنتم معكم أينما كنتم بايه بجسدي ولا بعلمي قال بعلمي مش كده ولا ايه الله طب تعالى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا الله يبقى حضور ولا مش حضور فإذا كان هذا وبعدين ايه طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسباء الحسنى الله يبقى يعلم السر والإيه يبقى شهيد ولا مش شهيد يبقى حاضر معنا ولا مش حاضر ولذلك حينما أتى بعض الأئمة الأستاذ بتاحهم فرق تفاحة على التلميذ وقال له كل واحد يأكل التفاحة حيث لا يراه الله فكلهم أكلوها إلا واحدا فجاء بالتفاحة إلى الأستاذ فقال له لا أستطيع أن أكل هذه قال ولما قال كلما دخلت في مكان وجدت الله فيه لا إله إلا الله الله يبقى حضور ولا مش حضور حضور نعم وحضور إيه وحضور بإمكانات الله وعلمه وليس حضور بإمكانات البشر وعلمه صحيح ممكن إحنا وإحنا عادين أو في أي مكان تريد أن تراقب أحدا فمن الإمكان أن تضع له كاميرا لكن الكاميرا ثابتة يعني لو أنت حطت عليها يعني الجاكت بتاعك نعم خلاص أو كسرتها خلاص الذي يضعها لا يراك مش كده أو لي لكن الله يراك بدون كاميرا صحيح مش كده أو لي إذن لا بد أن نفهم هذه الأشياء يبقى شهيد حاضر معك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن ترى يعني حصل إيه يعني حصل غبش على قلبك وإيمانك فلم يصل إيمانك إلى مراقبة الله أنت ترى فإنه إيه فإنه يراك ثبوت حضور لله عز وجل في كل أمر من أمور الإيه طيب عظيم لما كان الله يحضر في كل أمر من أمور الله الله يبقى الناس بتحمل معاصي لي ليش ليه أنا أسأل وأسأل السادة ليه تحمل معاصي قال نسبة الإيمان في القلب إذا كانت قوية ارتفعت إلى أن يرى العبد ربه فإيه فلا يفعل شيئا ويخاف منه وإذا كانت نسبة الإيمان ضعيفة أقل من عائل ما هو إيه عشان ترى ربنا في كل شيء لازم إيماناتك تكون عند درجة معينة صحيح مش كده ولا إيه نعم يبقى كل من يفعل المعاصي لم يرى الله عز وجل يبقى نسبة الإيمان لم تصل إلى هذه الدرجة نعم مش كده ولا إيه وإلا شاف ربنا فامتضط وخاف نعم إذن هذا أصل الإسلام ما واحد واحد اتنين مش يعني لا هذا واضح نعم ووضوح كامل صحيح يبقى فيه النبي ألحكتين إما أن تراه أنت لزيادة نسبة الإيمان في قلبك فإن لم تكن تراه فإن كان نسبة الإيمان أقل شوف التعبير النبوي الجميل نعم ما قالش زي أنا كده نسبة الإيمان أقل لا لا ما يريد أن يعنف أحدا وإن نبى جمال صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله لا شك لا شك فقال فإن لم تكن تراه طب تعال فإن لم تكن تراه فيها حاجة طب لماذا لا أراه ما هو كلام النبي نعم فيه طي فيه أشياء لابد أن نحن نستفسر منها قال فإن لم تكن تراه طب واحد يجي يقول لي فلماذا لا أراه لأنك رأي في المعاصي غير طب تعال بقى هنا نعم لماذا لا أراه ليه لكذا ولكذا 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 أنت تأكل حقوق الناس بالراطل أنت لا كذا أنت لا كذا فإن لم تكن تراه لأي سبب من الأسباب فأعلم أن الله يراك طب يراني ليه وهيعمل بي قال يحصي عليك ما تفعله يا أيها الإنسان ولذلك ربنا تبارك وتعالى إياك أن يحسب كل إنسان منه أن الملكين اللي علينا هم بيحصوا كل شيء فقط لا ده في بعض الأشياء لا يستطيع الملكين أن هم يكتبوها ولذلك الرجل اللي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين كان مكروبا عشان يلحق النبي بس فلحق رسول الله وقفه فلما قال قال ربنا لك الحامد كما ينبغي لجلال وجيك وعظيم سلطانك فالملك اللي يقول له للشمال أنت تعرف تكتب دي جزاءها قال له لا أنا ما عرفش ليه قال الملائكة عندهم يعني يعني لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون قال له تعرف دي قال له لا قال له طيب دي ندينه كم درجة قال له ما عرفش طيب وانت تعرفها قال له ما عرفش قال له طيب ليه ليه ما عرفش قال له لأننا ما طيب ماذا نفعل ماذا نفعل قال نصعد إلى من يحرفه والله فصعد وهو أعلم بهما عشان تحط في دماغه قال يا ربنا إيه إن فلان قال وهو أعلم به أعلم به منهما لأنه الذي خلقه قال إن فلان قال ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فنكتبها معرفناش نكتبها فقال الله تبارك وتعالى اكتبوها كما قالها وأنا أجزيه بها تب ليه مدى لهم شو أقل إن دي تسوي ألف درجة ليه أو مليون درجة ليه اكتبوه مليون درجة ليه وهم ما عرفوش الدرجة التي يعني ينالها هذا بقوله هذا ليه ليه أنا أريد من السادات المستمعين إنهم يبحثون وأنا أتكلم بهذا يعني فكر في حاجة فكر في سبب لماذا لم يستطيع الملكاء أن يكتب ثواب هذه الكلمة التي قالها الأمر الثاني لماذا قال الله عز وجل اكتبوها كما قالها وأنا أجزي بها دي تنين سؤالين أول حاجة الرجل قال إيه الوقت خلاص نعم تبقى ثمان دقائق ثمان وحنا نسل ونطلع الشهيد بإيه لكن يا الله خير إن شاء الله ممكن نأخذ حلقة ممكن نكملها إن شاء الله الأسبوع المقبل إن شاء الله إن شاء الله لأنه تبقى الكثير نعم نحن لازلنا في البداية لا بس شيخ إن شاء الله قال له الرجل ربنا لك الحمد مش كده نعم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نعم وهل أحد من المخلوقات يعني من ملك ومن بشر ومن جن يعلم جلال الله وعظيم سلطانه حقا لا ما يعرفش نعم ليه قال لو أدرك جلال الله وعظيم سلطانه فقد أدرك كنها الله ولا يدرك كنها الله إلا هو ولذلك لا يستطيع أحد أن يثني على الله بما هو آله إلا مين إلا الله فإنه لا يعرف ذاته إلا ذاته ولذلك يقول لك إيه إحنا عرفين جلال الله ليه قال لأنهم ليس عندهم آلات إدراك جلال الله وليس عندهم إدراك آلات إدراك عظمة الله والله عز وجل حتى وإن أراد أن يبينها للناس لا يستطيع الناس أن يتحملوه نعم لأنهم ليسوا مخلوقين لأن يدركوا كنها الله وإنما هم مخلوقون لكي يعبدوا الله جلاله ولا يستطيعون أن يدركوها إمكانات منهم لأن الله قال إحنا قلنا سابقا قال إيه قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه في سوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه دكة وخر موسى صعيقة الله إن عكاس تجل الله على الجبل جعل موسى صعيقة فما بالك إذا انعكس جلال الله على موسى مباشرة يعمل له إيه الله طب وهل حتى جلال الله من الإمكان أن يدركه موسى أو غير موسى لا يستطيع أحد أن يدرك جلال الله حتى ولو كان جبريل حتى ولو كان ميكايل حتى ولو كان نيه قال لأنه لا يستطيع أن يدرك هذا إلا إيه الله ولذلك يقول حق تباركة ليس كمثله شيء وكل ما أقولك على حق أو شيء الله خلاف ذلك كل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك إذن حينما يقول جلال الحمد لله ربنا لك الحمد كما يبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله ما نعرفش طب وبعدا ربنا اللوم اكتبوها كما قال آلي قال لأن عطاء الله أيضا إذا أن الملاكين لم يعرف جلال الله وعظمته فلم يعرف ولم يدرك عطاء الله للإنسان شفت كيف لأن من الإمكان أن يعطيه عطاء تذهل منه الملائك ويأخ الملائك يصعق لذلك قالوا إيه أتجعل فيها من يفسد فيها واسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وتبدون ما كنتم تكتبون يبقى أنا عطائي لا يدركه عقل ولا يدركه مخلوق ولذلك لن تستطيع أن تدرك عطائي لأن عطائي يتناسب معي وأنا رب العالمين من أجل ذلك قال أكتبوها كما هي وأنا أجزبه ليه؟ قال لأنه سيجزيه بقدر عطاء الله وقدر قيمتي ولذلك أنا أحب أن أنويه قبل أن يقل الوقت ربنا ألف إيه في الحديث القدسي في الصيام يعني قال كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فأنا أجزي إيه؟ فإنه ليه؟ وأنا أجزي بيه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في مكة بنيت ألف والصلاة في المدينة بيه؟ والصلاة في القدس بخمسمية والصلاة في سبعة وعشرين درجة الله يغفر له مخال لكن لم يقل لنا أن الصيام دركته إيه؟ ليه؟ قال لأن هذا موكول إلى الله وعطاء الله للصائمين لا يستطيع عقل أن يدرك هذا العطاء من أجل ذلك قال الله إيه؟ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إذن لم يستطع الملائكة أن يتخيل قدر الله تباركة وعظمته ولن يستطعوا أيضا أن يتخيلوا إيه؟ عطاء الله لأن عطاء الله من إيه؟ بقدر قدرة الله من أجل ذلك لابد أن نفهم أن الشهادة عند الله تبارك وتعالى شهادة حضور ها؟ وشهادة إيه؟ شهادة يعلم كل شيء في هذه الشهادة بحيث أن يجي يوم القيامة ويجعل الإيد ويشهدون عليه وحتى ولو لم يشهد الإيد فإن الله تبارك وتعالى ينظر إلى قومه فإلى الناس إلى خلقه ويشهد عليه طيب بأي شيء يشهد؟ وعلى من يشهد؟ ولمن يشهد؟ فهل هو حاضر ليشهد مع الملائكة أو على الملائكة؟ مع مين يشهد؟ وإيه علامات الشهود عند الله؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع المقبل أسأل الله لنا ولكم الإخلاص والتوفيق وأن يرزقنا جميعا والسادة المستمعين وأهل هذه البلاد والمقيمين فيها والمسلمين جميعا الجنانة والرضواء آمين يا رب العالمين يعني أولياء الأمور آمين يا رب العالمين إن شاء الذين يعني جعلهم الله سببا في نشر هذا العلم مرحبا